طبعا كلنا تابعنا مع بعض احتفالية عيد الفطر المبارك وقد إيه كانت مبهجة وكان فيها كمان رسائل مهمة جدا جات في هذه الاحتفالية واللي حرص طبعا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاحتفال فيها مع أبناء وأهالي الشهداء من طبعا من ولدنا من دوي الهمم وطواقف الشعب المصري والسنة دي كمان كان لها خصوصيتها بحضور عدد من أبناء غزة عن أبرز رسائل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في العيد وفي هذه الاحتفالية احنا نتكلم النهاردة في فقرتنا الأخيرة من صباح الخير يا مصر مع الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف صباح الخير أستاذ شريف صباح الخير عليكم صباح الخير يا دكتور محمد منوارنا طبعا قبل ما نتكلم عن الرسائل هذا التقليد السنوي اللي بيحرص عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أول يوم العيد يفطر مع أهالي الشهداء وذوي الهمم شايف قراءتك لهذا التقليد هي دي أعظم رسالة بالمناسبة في الموضوع يعني أنا بعتبر أن ده جزء من حيوية المجتمع المصري يعني لو بصينا أنا مش عايز بس أعقد مقارنات هذا اللقاء قبل سنوات لم يكن يعقد على الإطلاق أو ينظم بأي شكل من الأشكال إنما أنا بعتبر أن انتظام هذا اللقاء وأنا بالمناسبة من ضمن الرسالة الأولى اللي بنتكلم عليه أن نحن بنحيي القوات المسلحة على تنظيمها سنويا لهذا اللقاء هذا اللقاء يحمل عدة رسائل مهمة أولها الرسالة الأولى اللي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أول ما دخل قاعة الإحتفال وأنا شرفت بأن أنا كنت موجود في هذه اللقاء قال إن كل اللحنة فيه دلوقتي نتيجة للأرواح الزكية اللي ضحت من أجل مصر وأنه لا عيد بلا تضحية ولازم الناس تبقى فاهمة دي كويس قوي إن كل شيء له ثمن الاستقرار أيضا له ثمن جميل وبالتالي التضحيات التي قدمت من أبناء الوطن لأن أغلى شيء يملكه أي إنسان هو أيه هو روحه لم يقدم روحه فداءا لوطنه لابد وأن يرد الوطن هذا الجميل مرة أخرى وبعتبر أن فكرة عدم التفرقة وأنا يعني أحط بين التفرقة دي قوسين كده التفرقة في إيه؟ إن أنا ما فرقتش بين ضابط وجندي ما فرقتش بين قائد واحدة في الشرطة المدنية وبين مثلا خفير وده موجود يعني ده كان موجود في التكريمات ما فرقتش بينهم حتى في الجلسة يعني إحنا وإحنا عاديين كل تغبيزة من اللي إحنا موجودين عليها من طاولات اللي حفل نفسه عليها حد من أسر الشهداء يعني إحنا جزء من الموضوع وهم جزء مما نعمل فيه الرسالة دي أنا بعتبرها أنها جزء من رد الجميل لأبناء مصر يعني فكرة أن تعظيم الشهيد يعني أنا أعتقد أنه لما يتعمل صندوق للشهداء ومصاب العمليات وده ما كانش موجود ده حتى السيد الرئيس ضم لي مثلا شهداء عمال إرهاب لا بناء حقاة السواريخ يعني سنة سبعين يعني مثلا كل من خرج عند دائرة هذا التكريم لابد أن يدخل وأن ينعن لأن ده أقل واجب من جانب الوطن لأبنائه فيه رسالة تانية مهمة اللي حضرتكم يعني تحدثت عنها من شوية وهي وجود أبناء غزة وهنا من المصابين والأطفال واللي بيتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية واسمح لي أن أنا أتوقف أمام الرسالة دي بعض الشيء لأن هي دي القضية الرئيسية في الموضوع أن غزة بتبعث رسالة في هذا الاحتفال أن هي قضية الصدارة الأولى يعني حتى وإحنا بنحتفل لابد أن نتذكر ما يحدث في رسالة فيه حاجة مهمة جدا لابد أن نشير إليها أولا لا يستطيع أحد أن يزايد على الدور المصري في القضية الفلسطينية لا يستطيع أحد أن يلعب دورا بديلا للدور المصري في القضية الفلسطينية مصر هي دولة المواجهة الأولى على مر الجوالات المواجهة الأربعة مع إسرائيل وبالتالي مصر هي جزء أصيل من القضية الفلسطينية والأمن القوم المصري بعضه في فلسطين والعكس وبالتالي يعني لما نشوف الأطفال يعني بالمناسبة يعني هل رقم كده يعني يمكن الناس أول مرة تعرفوا أربع تلاف مصاب فلسطيني اتعالجوا في مصر على مدى الشهور القليلة الماضية تم إدخالهم ومعالجتهم في مصر مش أربع تلافه بس لا ومعهم ست تلاف مرافق يعني في عشر تلاف فلسطيني دخلوا لتلقي العلاج ومرافقين وبالتالي أنا لما كنت بشوف ناس وإحنا قاعدين على الترابيزات الأطفال الفلسطينيين وهم مسكين العالم الفلسطيني وعالم مصر هنا بيبان الدور الحقيقي لمصر الدور الدولة الكبرى التي تحتضن كل الأبناء وكل الأشقاء يعني أتوقف أمام رسالة تانية مهمة أنا شايف أن الرسالة اللي عملتها الشركة المتحدة بما قدمته في هذا العرض عن ذكريات الفنانين مع العيد وفي نفس الوقت فيه رسالة مهمة في نهاية هذا العرض بالمناسبة اللي بيقدمها النجم محمد رمضان أننا كل اللي احنا فيه ده وكل أعيادنا وذكرياتنا ما كانتش هتبقى لو ما كانش فيش رهداء هنا أنا برا أننا أمام رسائل مهمة تضمنها هذا الحفل وأرى أن مرة أخرى أنا بوجه الشكر لقوات المسلحة في هذا الاتجاه لأن كان التنظيم على أعلى مستوى هذه الروح الأبوية يعني بأننا منتكلم عن التنظيم مش قادر أعدي الجملة دي من غير منتكلم عن مكان الاحتفالية وهو العاصمة الإدارية الجديدة شفت إزاي حضرتك كنت موجود في الاحتفالية ورحت وشفت شفت ده إزاي بعد ما كمان سيد رئيس حلف اليمين هناك في العاصمة الإدارية الجديدة لفترة ولاية جديدة مكان الاحتفالية كده حكي لنا وشرح لنا شفت إيه جديد قبل حتى مكان الاحتفالية هو في مركز مصر الإسلامي الدولي مركز مصر الإسلامي الدولي ده يعني نقطة وشعلة شعاع كبيرة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ العروبة ولا بد أن نشير لأننا أمام حدث كبير طبعا ليس من سمع كمن رأى الناس لما هتروح وتشوف مركز مصر الإسلامي الدولي هتعرف على أرض الواقع الدنيا شكلها عامل إزاي إنما أنا بتحدث عن فكرة أن خلاص العاصمة الإدارية أصبحت جزء من المجتمع المصري نحن نتحرك يوميا إليها وهناك أنشطة وعمل متبادل فكرة أن في السنوات الماضية كان يقام هذا الاحتفال في مركز المنارة السنة دي يقام في العاصمة الإدارية بجوار مركز مصر الإسلامي وللحقيقة يعني البعد قدى للمكان شكل أكبر وأجمل بقى فيه متسعة بشكل جميل قدرة الناس والأفواج اللي كانت جاية عشان تؤدي صلاة العيد أيضا حجم المشاركين يعني أنا شايف حجم المشاركين المراضي في الاحتفال والمدعوين ليه من الضيوف هو غير كل سنة إنما أشير إلى نقطة مهمة جدا هذا اللقاء الأبوي الكبير دعك من الحفل وما فيه هذا اللقاء الأبوي الكبير وحرص السيد الرئيس على أن يصطحب أبناء الشهداء وزي ما بنقول بالبلد كده يلعب معهم ويبادلهم السمر والدحكة وال... أنا شايفين دلوقتي وصد شريف على الشاشة بعض اللقطات لهذه الاحتفالية ومتعددة الجوانب يعني أنا برضو عايزة أتوقف مع حضرتك عند الجانب الإنساني طبعا فيه حضور لأسر الشهداء حضور لذوي الهمم وده فيه أجندة أولويات الدولة المصرية الفترة اللي فاتت الرسالة الإنسانية لأن دي بيبقى ليها صدى مهم جدا لكل مشاهد ولكل من يتابع أن هذه الصور بتعكس إلى أي مدى هذه الدولة دولة يعني طرعى كل الطواقف على قدم واحدة وقدم مسواه الرسالة الإنسانية دي أثرها في نفوس المتابعين ونفوس الشعب المصري بتعمل إيه؟ يعني أنا أقول الحركة لحاجة احنا اتكلمنا من شوية على أن في قضايا فرضت نفسها أنها تكون في موقع الصدارة خلال الاحتفال منها قضية غزة منها الأجيال المتعاقبة من القوى النعامة المصرية يعني برضو احنا لازم نشوف السيدة صفاء أبسعود لما ترجع وتغني أهلا بالعيد بشكل جديد وبالسلوب جديد حسيت بقى حركت بإيه وانت بتسمع الأخنادي مرة تاني كانت لايب أنا حسيت والله أن أولاً هذه السيدة تشكر رمز طبعاً عن هذه الروح وهذا الأداء ربنا يديها الصحة نعم نحن يعني كنا سعداء بوجودها حرصها على ابتداء اللون الأخضر وده لون البهجة واللون العيد يعني عايزة أركض على نقطة مهمة قبل ما نقول زاوي الهمم القوى النعامة المصرية هي الحارس الأمين لمصر كميل ولابد أن ندرك أنه لا تقدم إلا بالقوى النعامة المصرية وأن القوى النعامة المصرية هي حائط الصد سواء أمام الطيارات الفكرية أو حتى المواجهة المواجهة ونحن في عالم مليء بالتحدة بكل أشكال الفن الأغنية الكلمة الفيلم نعم مسلسل وأنا برأ أن الحدث في هذا الحفل والدور اللي قامت بالمتحدة أو تنظيم القوات المسلحة كله إدى دور كبير يعني احنا كان قاعد معنا جزء كبير من الفنانين ويعني أنا كنت سعيد أن احنا معنا مجموعة كبيرة على الطاولات اللي احنا قاعدين عليها ده دليل على تكريم الدولة للقوى النعامة ولإيمانها بدورها وإيمانها بدور الفنان الفنان لابد أن يكون له دور وقضية لأننا كلنا جميعا نتحرك في إطار قضية اللي حضرتك سألت عنه وهو زاوي الهمام زي ما قلت لحضرتك أن فكرة العودة إلى صدارة المشهد يعني هذه في حد ذاتها رسائل أن كل هذه القضايا قضايا تشغل الدولة المصرية حتى في وقت الاحتفال يعني احنا لو بصينا للست سيدة جميلة جدا جاءت من الريف وألقت قصيدة وقصيدة كبناء متماسكة بشكل كبير وفي النهاية قالت أعذروني أنا ست أمية أجهل القراءة والكتابة وده يدللك أن المعرفة أهم من العلم وقبل العلم لأن الفلاح البسيط أو الإنسان المصري البسيط الذي بنى الحضارة والذي ظل محتفظ بالهوية الوطنية المصرية في الأصل كان لا يعرف القراءة والكتابة ولكنه كان ملما بأبعاد القضايا المصرية عايزة كمان يعني أرجع مرة تانية للنقطة لحضرتك كلمت فيها وهي القوى النعمة ويمكن شفنا عرض كده مبهر من المتحدة عايزة أتكلم أكتر عن النقطة دي قد إيه القوى النعمة هي حصن المجتمع يعني والعرض كمان وجهة نظر حضرتك في إيه حضرتك القوى النعمة تمشي في إطار مرادف لكل الأحداث في مصر لو جيت حضرتك في الأحداث السياسية في القرن العشرين من ثورة 19 حتى يومنا هذا هنجد أن القوى النعمة هي جزء أساسي من أي حراك سياسي أو اقتصادي أو مجتمعي في مصر من أول سيد درويش وبلا أمريكا وبلا أوروبا إلى غيره وبعد كده عبد الحليم حافظ ثم عبدالوهاب أولا لو نجي نشوف القضايا الفلسطينية مثلا القضايا الفلسطينية عرفها الناس وحسوا بها من خلال الأغنية وليكن أخي جاوز الظالمون المدى وغيرها فكرة الحراك القومي على مدى فترة الستينيات أيضا فترة الاستنزاف وحتى حرب أكتوبر القوى النعمة المصرية صروا حقيقية ولا شيء أغلى ولا أقيم من القوى النعمة في مصر وهذه هي فعلا صروا حقيقية هذه الصرارات يمكن أن تواجه بضربات أيضا لأن هناك ضربات كما تستهدف الأنظمة السياسية تستهدف أيضا القوى النعمة من التقليل من شأنها ومن السخرية ومن التحريد وراء الأقري ولذلك لابد أن نكون مدركين أن القوى النعمة هي المراضف للقوى الخشنة زي ما فيه جيش زي ما فيه قوى نعمة الاثنين يستطيعوا أن يحققوا شيء مهم جدا وتحريك في العملية حضور أبناء غزة الاحتفالية كمان حضور في القوى النعمة يعني إنتاج عمل درامي زي مليحة بيتناول القضية الفلسطينية ده مهم جدا أننا إزاي الفن المصري والثقافة المصرية مهتمة جدا بالشأن الفلسطيني دلالة يا فندم وإزاي ممكن القوى النعمة ترسخ هذه القضية الفترة اللي جاي القضية الفلسطينية على فكرة كانت محور اهتمام كبير للقوى النعمة مش في الأداء الدرامي وفقط لا بالعكس يعني إحنا لو جينا بصينا مسرح اعتبارا من 67 لغاية 74 كان كل الأشياء اللي بتنتج على مسرح الطليعة والمسرح القومي كلها أعمال عن القضية الفلسطينية أيضا المشروع نفسه عاد طرح نفسه من جديد يعني نحن بعد 7 أكتوبر نحن أمام تصور جديد للمنطقة نحن أمام القضية التي عادت إلى مركز الصدارة وهي القضية الفلسطينية العودة إلى المربع الأول أو خط الزيرو من هنا يجب أن نكون مقتنعين أن هويتنا يجب أن نحافظ عليها بشتى الطرق يعني على كل حال الاحتفالية كان شكلها النهائي مبهج جدا جدا احتضان السيد الرئيس طبعا لأهالي الشهداء وظهور خاص طبعا للفنانة الكبيرة صفاء أبو الصعود وأغنيتها اللي كلنا ما بنعيدش من غيرها أهلا بالعيد خلى فعلا العيد عيدين بنشكرك جدا على قراءة حضرتك الوفية الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف وكل سنة وحضرتك طيب شكرا جزيلا وعيد سعيد عليكم على كل مصر